اهلا بكم مع اخبار الرياضة وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الى عمان فجر اليوم قادمة من تجاكستان بعد ان خاض النشامة اولى مبارياتهم في التصفيات الاسيوية المزدوجة امام تجاكستان وحققوا فيها الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد هذا وسيستأنف المنتخب الوطني تدريباته يوم غدن الاحد على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب استعدادا للقاء منتخب الترينداد والتوباق ووديا يوم الثلاثاء المقبل على استاد الحسن في اربد كما يخوض النشامة ثاني مبارياتهم بالتصفيات الاسيوية في الثالث من ايلول المقبل امام منتخب قرغستان يعقد مجلس ادارة نادي الوحدات يوم غدن الاحد اجتماعا لاختيار المدير الفني الذي سيقود فريق كرة القدم في الموسم المقبل وسيترأس اجتماع مجلس الادارة رئيس نادي الوحدات النائب طارق خوري ستناقش ادارة النادي اسماء عدة مدربين كما ستطلع على مطالبهم المالية قبل تحديد هوية احد المدربين الذين سيتولون المهمة واتسمت المفاوضات مع المدربين بالسرية التامة بهدف المحافظة على سير المفاوضات وضمان نجاحها اقيمت امس الجمعاء الجولة الرابعة من بطولة الاردن للدريفت على حلبة سوفيكس بمشاركة 45 متسابقا شاركوا في جولتين حيث تأهل 13 متسابق للجولة الاخيرة تفاصيل هذا السباق في هذا التقرير عشاق الاثارة والاستعراض بالسيارات كانوا مع موعد مع الجولة الرابعة لسباق الدريفت في بطولة الاردن والذي اقيم في حلبة سوفيكس في ماركة بمشاركة ابطال هذه الرياضة من الاردن وفلسطين المشاركون ابهروا الحضور باستعراضهم وتشحيطهم بالسيارات وسط تشجيع وحماس من طبل الجماهير الهب الحلبة وغطت ادخنة السيارات المكان في الجولة الاولى التي حسمها المتسابق محمد الكخن لمصلحته محققا المركز الاول جامعا 682 نقطة وجاء منير حتر ثانيا فيما كان المركز الثالث من نصيب محمد نوفل في الجولة الثانية واصل محمد الكخن سطوته على السباق وبقي في المركز الاول ايضا وجمع 709 نقاط فيما تقدم شقيقه عمر الى المركز الثاني وحافظ محمد نوفل على المركز الثالث قبل ان يظفر محمد الكخن عن جدارة واستحقاق بالمركز الاول عند نهاية الجولة الثالثة ويحجز محمد نوفل مقعدا له في المركز الثاني ويكون المركز الثالث من نصيب عمر الكخن عند نهاية السباق الحمد لله أن هنا سباق الجولة الرابعة من بطولة كومهو بخير وسلامه وسلامه للمتسابقين السلام العامة نشكر الاردنية اللي رياضة السيارات لتنظيمها احداث مثل هيك ممتازة وتحت السلام العامة تحت مظلة الاردنية اللي رياضة السيارات ونشكر القناة رؤية على متابعتها للاحداث وتصويرها والحمد لله السباق اليوم كان حلو منافسة وية كتير هيك أنا تصدرت بطولة المملكة لـ 2015 وفي نهاية السباق قام المدير التنفيذي للاردنية لرياضة السيارات عثمان نصيف وأعضاء لجنة التحكيم بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى واقترب الكخن أكثر وأكثر من نيلي لقب بطولة للدريفت لهذا العام بعد أن حصد عشرين نقطة ثمينة عزز بها صدرته للبطولة وأصبح رصيده خمسا وسبعين نقطة يفتتاح المنتخب الأرجنتيني الليلة مشواره في النسخة الرابعة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا المقام حاليا في تشيلي بلقاء منتخب باراغوي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي أوروغوي وجمايكا ويتطلع المنتخب الأرجنتيني لحصد النقاط الثلاث بهدف التقدم في البطولة التي يسعى لتحقيقها للمرة الأولى منذ 22 عاما وتعويض الإخفاق في الحصول على بطولة كأس العالم 2014 من جهتها تخوض البراغوي المباراة بعد وصولها للنهاء في النسخة الماضية وخسارتها أمام الأوروغوي يخوض المنتخب الألماني بطل العالم مباراة سهلة نسبيا مع جبل طارق اليوم السبت في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2016 والمقررة في فرنسا ويجمع هذا اللقاء بطل العالم مع منتخب يشارك للمرة الأولى في التصفيات الأوروبية وتسعى ألمانيا لتعويض النتائج الضعيفة التي حققتها منذ تتويجها بلقب مونديال البرازيل وآخرها الخسارة الودية أمام الولايات المتحدة بهدفين لهدف بينما يأمل منتخب جبل طارق بتحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة نفع أندريا بيرلو نجم فريق يوفينتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم كل التكهنات التي أشارت إلى رحيله عن اليوفي للعب في الولايات المتحدة الأمريكية أو أحد أنديات الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه يسعى للاستمرار مع فريقه الحالي وقال بيرلو بعد تعادل منتخب إيطاليا مع كرواتيا في تصفيات أوروبا 2016 أن هناك شائعة كثيرة حول مستقبله وأنه يريد الاستمرار مع اليوفي وتثبيت قدميه مع منتخب إيطاليا مشيرا إلى أنه يريد التواجد في هذه التصفيات ترجمة نانسي قنقر